دايماً متعودين مع حضراتكم بنبدأ يعني أول فقراتنا في صباح الخير يا مصر بي سؤال تفاعلي علشان نعرف تعليقات حضراتكم عليكم سؤالنا النهاردة بيقول صديق طفلتك لسه بتتواصل معاه ولا الدنيا مشاغل يعني بالتأكيد الدنيا مشاغل لكن هعرف جو معنا بتتواصل مع أصدقائها ولا الدنيا مشاغل قبلها بص أنا بالنسبة لي علاقة الصداقة دي يعني ما تقلش أهمية عن عيلتي حقيقة أنا عندي فكرة وجود صحاب دي دي علاقة لازم تكون موجودة في حياتي ما قدرش أتخيل أن أنا أعيش كده حتى بمعارف لازم يكون عندي أصدقاء وأصدقاء قريبين مني الحقيقة صحيح الدنيا مشاغل ودايماً بنتشاغل لكن عندي كده مجموعة من الأصدقاء أنا بعتبر نفسي محظوظة بيهم الحقيقة في منهم فعلاً من المدرسة أصدقاء طفولة في منهم من المدرسة وفي منهم كمان من الجامعة وأنا بالنسبية دول أقرب ناس لي يعني مهما بقى عدت سنين ومهما ابتديت في شغل وروحت أماكن كتير وعرفت ناس كتير بس دول هما بالنسبية يعرف زي ما بيطلق عليهم كده الكمفرد زون يعني المكان أو الناس اللي أنا فعلاً برتاح وهم موجودين مكان الآمن بتاعك بتدخلي تحسي براحة وما بفكرش فأنا بقول إيه ولا بعمل إيه خلاص عرفنا بعض يعني حق المعرفة زي ما بيقوله ففعلاً أي حاجة بتبقى طلعة بتلقائية وعطوية وأنا كمان شخصية ممكن بحب أبقى دايماً متواجدة في المحيط اللي أنا بقى فيه براحتي من غير ما بقى مركزة أنا بقول إيه أو بعمل إيه أنا يعني دا المكان لنا ببقى مبسوطة فيه نهي بتقوله دانا حاجة أشهد بيها يعني بتطفي روح يعني أرفع جوه من البهجة بمجرد ما تبقى موجودة في أي مكان شكراً مرسي والله بس يعني أنت طبعاً يعني برضو دي حاجة عشان أنت شخصية بشوشة الله يبرك وطبعاً محترم فعلاً حتى التعامل معيك مريح جداً فيمكن عشان كده يعني أنا من أصدقائك طيب دلوقتي أم لا؟ أه فكر ميش لا طبعاً طبعاً أكيد ولكن برضو حتى من الشغل دايماً كنت بس مع زمان أنه سعب قوي أنه يبقى عندك أصدقاء من الشغل لكن لا عندي برضو أصدقاء من الشغل فعلاً وخرجت بأصدقاء وأصدقاء مقربين جداً الحقيقة لي من الشغل وطبعاً شرفني أنت أهد منهم طب بمناسبة الأصدقاء من الشغل لأنه يمكن دي حاجة في صلب الموضوع برضو فيه مثل دايماً يقولك عدوك ابن كارك عشان الغيرة عشان الحسد علشان يعني أنت عارفة دايماً الاثنين اللي بيبقوا موجودين في المهنة بيبقى عندهم نوع من أنواع التنافسية شايف التنافسية دي بتأثر على حالة الصداقة؟ يعني ممكن ممكن موجودة يعني مش عايزة أدعي المثالية موجودة بس برضو أنا مع أنه لا فيه أصدقاء وممكن تخرج من الشغل بأصدقاء فعلاً كويسين ومقربين ويكونوا خايفين على مصلحتك وينصحوك ويدوك معلومات ويفيدوك دايماً وده موجود في كل المجالات الحياة صادقة الطفولة ليسا بحبزة آه عندي أنت عندي أصدقاء فعلاً من المدرسة وزي ما قلتلك يعني كل مرحلة عندي فيها صحابة أو ما بنتكلمش كل يوم لكن يعني أول ما نتكلم احنا بنحكي كل اللي فات وصقين في بعض مية في المية مش محتاجين نتكلم كل يوم بقى وانت ما تكلمتش وانت ما تكلمتش وانت ما سألتش لا خالص وفيش بيننا الكلام ده ودي حاجة مريحة جداً بس أنت قولي بقى بصي أنت قلت يعني خلاصة الكلام فعلاً اللي فكرة أن الصاحب الحقيقي مش بيلومك أنت غيبت لي وما تسألش لي فيها علاقات مريحة الصديق وقت الديق دايماً صاحبك الحقيقي هتلاقي موجود مش مرتبط ولا بزمان ولا مرتبط بمكان وقت الأزمات وقت الشدة هو الصاحب الحقيقي اللي بحسة هو ده بقى الصاحب وده الاختيار الأمثل اللي موجوده دايماً بلاقي الصحاب دول بالمناسبة جمانة موجودين في أصدقاء الطفولة يعني أنا عندي أصدقاء الطفولة الحمد لله عندي ثلاثة أو أربعة أنا محافظ عليهم من طفولتي كانوا معايا من كيجي لحد النهاردة وإحنا محافظين على بعض ويعني دايماً بنود بعض ودايماً بنسأل على بعض ويمكن هحكي لك قصة طريفة كده سريعاً فيه فترة من الفترات غير منها عن بعض حابة حلوين مع إصابتي بكورونا السنة اللي فاتت الحمد لله كانت آخر مرة تم إصابتي فيها بكورونا الحمد لله سليم فمع إصابتي بكورونا كان واحد من أصدقائي دول عارف فاتصل بيتطمن علي وقالنا نتكلم فإحنا بنتكلم لقيته بيقول لي أنت لسه بتسأل على حد قلت له الله أنا معرفش غير فلان وفلان فاقترحنا على بعض طب ما تيجوا نعمل جروب واتساب يبقى حاجة إيجابية بقى استخدام التكنولوجيا في حاجة إيجابية هي وكل حد معا رقم يبتدي يضيفه على الجروب ده فلكي أنت تخيالي اللي إحنا في ظرف والله ما مبلغة ثلاث ساعات فعلاً كنا جمعنا تقريباً يعني إحنا كانت المدرسة بتاعتنا كانت مدرسة خاصة فكان فيها فصلين فأنتي متخيلة اللي إحنا في ظرف ثلاث ساعات جمعنا الفصلين على جروب واتساب مش بس كده لأ بدأنا إحنا نتقابل وننزل نلعب كرة نخصص يوم ولو يوم في الشهر يعني ما كررناهاش كتير بس فيه على ذكريات الطفولة أحلى حاجة وأحلى ذكريات موجودة في العمر يمكن أنتي قلت على حاجة مهمة جداً يا جمانة الأصدقاء هي أصدقاء مرحلة عمرية كل مرحلة دايماً بتختاري وبتنطقي منها واحد أو اتنين هما بالنسبة لك الأمان هما بالنسبة لك دايماً ما فيش حاجة اسمها شخص يعيش في جزر منعزلة شخص يعيش منفرد وإن كان فيه ناس كده فيه ناس بتفضل كده ده حقي بس أنا بالنسبة للناس اللي بتعمل كده بالضبط بالضبط بشبهها وأسف التعبير اللي هو يعني اللي أنا أقوله البلاغي الكبير بقل على الصبح ده بس أنا بالضبط بشبهها بالوطن المهجور وطن ما فوش ناس أنت عايشة لوحدك الوطن هو الوطن بشعبه الوطن بناسه أنت متخيلة اللي أنت قاعدة في مكان لوحدك ما فيش ناس ولا بتودك ولا بتسأل عليك ولا وقت الأزبات تكون ناس موجودة جنبك وتدعمك وتثبتك في بعض المواقف الصعبة وتزقك لقدام عشان تكملي لكن الأهم من فكرة الصديق هو فكرة اختيار الصديق نفسه علشان كده أصدقاء الطفولة من وجهة نظري لازم نحافظ عليهم ولازم نكون فيه ود واستمرارية لأن ما فيش حاجة مشتركة بتجمعنا غير الحب ده اللي خلاني أسألك سؤال يعني فكرة اللي أنا بقولك عدوك ابن كارك ولا لا لأ لأن أنا بحس أن هنا فيه نوع من أنواع التنفسية فأحيان بيبقى فيه غيرة أحيان بيبقى فيه حسب لكن هناك ما فيه جرح يعني أنا أختلف معك هنا أن دي أحيانا أنا بحس أن هي مفردات شخصية برضو يعني ممكن حد يكون صديقك من الطفولة صحيح ويعني أنت ممكن تكون خطوات مختلفة أو أسرع شوية في الحياة ممكن ما يكونش حابب ده أو يعني ما تكونش نفسية سوية أو سليمة ودي نفس بشرية ووارد جدا ده وارد أنه يحصل ووارد أن يكون حد زي ما أنت بتقول من نفس المجال أنت شغال فيه مش شرط تكونه أصحاب جدا ولكن نفسية سوية فيساعدك ويدعمك وما يقلدك الآخر بتكون مفردات فعلا شخصية علي رجع برضو فكرة للاختيار الشخص اللي أنت بتختاره فيه مواقف بتبين في الآخر الصداقة دي فعلا من أجمل وأحلى العلاقات في الدنيا يعني فكرة أن يكون فيه حد وراك بيدعمك مش عايز منك أي حاجة لكن مش معنى أن هو مش عايز منك أي حاجة أن إحنا ما يبقاش فيه بيننا زي ما دايما بنقول على العلاقات رصيد بيننا وبين بعض لازم نكون دايما وقفين في ظهر بعد ما ينفعش تكون علاقة من طرف واحد يعني يكون فيه شخص دايما هو اللي مهتم واللي بيسأل واللي بيدعم والشخص التاني مجرد متلقي دايما أي علاقة في الدنيا حتى لو علاقة بين أمه وولادها أب وأولاد وأب وأمه أي علاقة في الدنيا لازم يكون فيها عطاء متبادل ولازم يكون فيها اهتمام متبادل لكن أصدقاء طفولتنا دايما الحقيقة زي ما بنقول لحضراتكم هم بالنسبة لنا الزكريات الحلوة أنا هنا غيارت بيت الشعر اللي دايما بيقول لايت الشباب ويعودوا يوما أنا أقول لك لايت الزمان يعودوا يوما لأخبره بما فعل المشيب يعني الزمان لو رجع بي لا 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 هرجع تاني لذكريات الطفولة لأنهما بالنسبة لي الأمان لنا يمكن إحنا طورنا على السادة المشاهدين أوه بس هنرجعنا بس بذكريات كتيرة قوي فحبنا نتكلم مع حضراتكم فيها على أي حال سؤال حلقتنا النهاردة هو صديق طفولتك لسه بتتواصل معاه ولا الدنيا ما شغل لا سؤالنا الموجودة على صفحتنا على فيسبوك وأكيد نستني إجابات حضراتكم عشان نستعرضها مع بعض في حلقة النهاردة وكمان قولوا أساميهم عشان نصبح عليهم هم كمان صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا صباح الخير يا مصر صبح على حضراتكم مرة تانية وبنفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة صديق طفولتك لسه بتتواصل معاه ولا الدنيا ما شغل نخلونا دلوقتي نروح ونشوف تعليقات حضراتكم عندنا في طائعة الرحمن بتقول صباح الخير عليكم إيه الجمال ده يا أستاذة جمانة وإيه أستاذ أحمد أكيد كلمة صحاب كلمة جميلة أنا طلقت بكام واحدة رحاب وهبة ومي وفاطمة يا رب يدمهم علي نعمة اللهم أمي صباح الخير عليك طبعا وربنا يخليكم البعض في جهان محمد عبدالعزيز الشريف بتقول صباح الخير عليكم جميعا وعلى صديق الطفولتي حبيبتي سهر أو سهر أحمد لسه بنتواصل الحمد لله طبعا ما إن الدنيا مشاكل بس بنتواصل أكتر كمان على الفيسبوك في ميرو محمد بتقول صباح الخير عليكم موجودين الحمد لله وبنتواصل أكيد وأنا بأية كلامك يا أستاذة جمانة جبتا متفق معك في أشرف نصر الدين بيقول صباح الخير والسعادة عليكم صباح الخير يا مصر الحمد لله ليا أصدقاء من طفولتي لحدد الوقتي بنا تواصل وعلاقات أسرية والحمد لله طيب في عصام السروجي بيقول ده أكيد وضروري ليا أصدقاء ولا يمكن الاستغناء عنهم أيام المدرسة فتحي محمد عبده وأيام الثانوي محمد فتحي طلبة يعني الأسماء الثلاثية هي وجمال حسنين وأنا عمري 65 سنة ربنا يديك يا أستاذ عصام طلط العمر يعني والصحة وراحة البال ويا رب يبارك لي فيهم ويمدهم من السعادة والهناء أكثر بما أرجو لنفسي بصبح عليكم وعلى دميع مشاهدين صباح الخير يا مصر أنا عجبني الدعوة لصحابه وبحبهم أكثر من نفسي هو ده اللي أنا بقولك الصديق الحقيقي ما بيحسدش الصديق الحقيقي أنا كمان أنا أنا واحدة من الناس دي أنا ما فعلا يعني هي الصديقة الأعزلية يمكن وانا صغيرة كان فيه يعني عارف شعراية ما بين باحترمها وبخاف منها وفي نفس الوقت صاحبتي تدري الوقت يا جوانا قلت تلحي نفسك بعد ما أنتي ما ذكرتش اسمي لا والله بس أنا عايز أقولك أنا أتعلمت أن أنا أقدر علاقة الصداقة من أمي لأن هي لها صديقة لها من وهي صغيرة هم طلبنا من وهي صغيرة صحاب من هما في المدرسة لحد النهاردة فأنا تعلمت أن أنا أقدر العلاقة دي من أمي من مامتك وفكرة اللي هي يعني العرفة التربية بتلاقي أن النفس اللي حصل لمامتك بتزرعه في بنتاك والعلاقة بتستمرها طيب في مونة العرابي بتقول أحلى أيام أيام الطفولة صداقة بريئة بدون نفاق بدون خداع أصحابي تزوجوا وسفروا بس لسه بنسأل على بعض وبنحب بعض في عمر السني بيصبح علينا سبغي خير يا عمر وبيقول الواحد بيتفائل أن هو بيشوفنا شكرا 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 جزيلا دكتور عبد رب وإبراهيم بيقول صديق الطفولة هو رفيق ضرب بتأخذنا الدنيا وتودينا وهو معي في نفس المركب أحيانا بيكون هو شراع المركب وساعات كتير بيكون هو بوصلة أو بصلة التوجيه أن أخاق الحق من كان معك من إذا ريب الزمان صد عنك يعني لا أنا سعيدة موضوع كبير موضوع عميق قوي موضوع كبير لأو متشديه بشعار وبوصلة عرفة يعني بالزبط بالزبط الله وعمل منشن ليارا أطمان أكيد عندنا تعليقات كتيرة جمعنا هنتبعها أنا سعيدة جدا بالتعليقات لا وعجبني أن فيه لسه تواصل تحس الدنيا لسه بخير لسه فيه صدقة حقيقية تحس الناس بتتكلم من قلبها قوي هم بيتكلموا على صحابهم فإحنا لا مستنيين تعليقات أكتر من حضراتكم وشركات أكتر كمان على سؤال الحلقة وهنحاول على قد ما نقدر ناخد أكبر كم من التعليقات النهاردة أذكركم مرة تانية بسؤال الحلقة سؤال حلقتنا النهاردة كان أنتو يعني أصدقاء الطفولة لسه تتعاملوا معهم ولسه فيه تواصل ولا دنيا مشاغل خلينا ناخد بعض تعليقات حضراتكم فيه رحمة حمودة بتقول بلوكات يا أستاذة ليه يا رحمة بتقول بس استنى فيه جانب مشرق في الموضوع بس الجامعة صحاب مفيش أحلى منهم بجد تعرف أنا عندي برضو يعني أنا حطيت السؤال على صفحتي أنا على إنستجرام فليه برضو جاي لحد بلوكات يعني نفسها لطيف يعني ليه يا جماعة برضو التفاعلوا على الصفح بس التشاؤل على صفح فيه ناس بتقول يعني عارف أخد يعني أغلب السوشيال ميديا بقى احنا شوفنا التعليقات اللي على الفاسبوك فما رحنا لإنستجرام أغلب الناس اللي على إنستجرام مش عارف ليه متشاغمة بطبعها مش عارفة الدنيا مشاغل طبعا كل كم يوم على ما بيبقى فيه عمر قدري بقى لي فترة ما بكلموش عشان الدنيا تلاهي لأ أنا حصلي تشاؤم من الإنستجرام عندي فأنا هروح للفاسبوك لأن تعليقاتهم إجابية بصراحة داتة يعني فيه ندر ده طبعا الزميلة والصديقة العزيزة ندر ده يعني موزيات أكستر نيوز دي بقى المثال اللي كنت بقولك عليه على الصديق اللي في نفس المجال دي صديقتها يا جماعة وانتميتها دي حقيقة فلا موقت طبعا بتحصل يعني صحيح طيب فيه علاء نور بيقول أصدقاء الطفولة هم الأصدقاء الحقيقيين اللي ملهمش مصلحة وعلشان كده بتستمر صدقتهم لآخر الأمر دي حقيقا هنحاول ناخد كبان بعض التعليقات حضراتكم قبل نهاية الحلقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة